لا تختلف الصراعات السياسية في كردستان عن مثيلتها في بغداد حيث تزداد الصراعات بين الكتل السياسية جميعها مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في شهر أيار المقبل أحزاب مناوية لمسعود برزاني تسعى لاكتساب المشروعية وحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد من خلال تكثيف زيارتها لبغداد ومحاولتها تشكيل تحالفات مع كتل سياسية كبيرة في بغداد وفدان كرديان قام بزيارة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية الأول ضم ممثلين عن أحزاب التغيير والجماعة الإسلامية في كردستان والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح بينما ترأس الوفد الثاني بافل طالباني القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مصاعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بولد طالباني قال إنه لا يستبعد وجود تحالفات سياسية كردية مع العبادي مشيرا إلى أن هناك تحالفا يدور بين برهم صالح وباثل طالباني ورئيس الوزراء حيدر العبادي الأحزاب الكردية تعتقد أن بغداد هي البوابة الوحيدة نحو بناء شعبية جديدة في كردستان من خلال إخبارها للشعب الكردي بأنها تعمل مع بغداد لحل أزمة موظفي الرواتب في كردستان بعد المشاكل بين الطرفين أعضاء الوفد الكردي الثلاثي الذي زار بغداد أكدوا أن العبادي وعد بدفع رواتب موظفي كردستان بعد تدقيق القوائم الأمر الذي أكده وفد بافل طالباني بأنه عقد اجتماعا مثمرا مع العبادي سيثمر لإيجاد حلول جذرية للمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل إلى أن الوفد الكردي عاد ليلتقي المالك الأمر الذي عده البعض تنافسا خفيا بين المالك والعبادي على استقطاب القيادات الكردية في مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة أما في السليمانية فثمت من يرى أن التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح ربما يكون الأقرب إلى العبادي إلا أن الغموض الذي يحيط بموعد إجراء الانتخابات التشريعية قد يعطل حسمائيا من هذه التحالفات برسمي تشكيل